موسيقى مشاهدين أهلا بكم إلى النشرة الاقتصادية من قلة الأخبار المغربية امفانتكات نوها رئيس الحكومة عزيزة خنوش يوم أمس بالرباط خلال مباحثات مع المدير المنتدب لشؤون العمليات بالبنك الدولي أسيلفانت روتسنبرغ بجهود هذه المؤسسة في دعم ومواكبة مشاريع التنمية والتحديث في المغرب وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن السيدة أخنوش أكد خلال مباحثاته مع سيد روتسنبرغ الذي كان مرفوقا بنائي برئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بالحاج أن هذه المشاريع ترم تنزيل الأوراش ذات الأولوية البالغة على غرار تعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح القطاع العام ومواصلة تنفيذ الاستراتيجية القطاعية وبالرباط دائما وفيدات الصياق أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادي فتاح يوم أمس أن التزامات البنك الدولي تجاه المغرب بلغت مستوى قياسيا يقدر بحوالي 1.8 مليار دولار وأوضحت سيدة فتاح خلال مباحثات مع المدير العام لعمليات البنك الدولي ونائب رئيس البنك بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أوضحت أن التعاون المتميز مع البنك الدولي يهم عدة مجالات مهيكلة ترم النهضة بالنمو الاقتصادي للبلاد ومجيئة أخرى سلطت الوزيرة والضوء على الأوراش الإصلاحية الكبرى الجارية بالمملكة ولسيما تلك التي تم إطلاقها لتسريع ترمية الاقتصادية والبشرية وتطوير القطاع الخاص والانتقال المناخي من المقرر أن يقوم نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار ريكاردو مورينو فيليكس بزيارة إلى المغرب خلال الفترة الممتدة من يوم غدنة 22 من فبراير وإلى غاية الرابع والعشرين وعفاد البنك في بلاغ بأن هذه الزيارة الرسمية الثانية لنائب رئيس للمغرب ستتخللها مباحثات وزيارة المشاريع والأوراش فضلا عن إعلانات وسيترأى سمورينو فيليكس لجانب مدير عمليات التمويل بلدان الجوار بالبنك الأوروبي للاستثمار وممثلة البنك الأوروبي للاستثمار في المغرب مؤتمرا صحفيا في الرباط لتقديم نشاط البنك والإجراءات المرتقبة في المملكة كما سيتوجه إلى تنجة للزيارة ميناء تنجة المتوسط وشركة تينت كولور حيث ساهم البنك الأوروبي للاستثمار في تمويل محطة المعالجة البيولوجية لمياه الصرف الصحي بها وفي موضوع آخر نظم بنك المغرب يوم أمس طلب عروض يتعلق بعملية هيكلية لإشراء سندات الخزينة في السوق الثانوي لدى البنوك التي لا تسير عمليات السياسة النقدية وذلك طبقا لقرار السيد الوالي ورسالة دورية المتعلقين بأهليات السياسة النقدية وأفاد بلاغ للبنك المركزي بأن البنوك لم تقدم أي طلبات على هذه العروض مذكرا بأن إجمالية العمليات الهيكلية لبنك المغرب استقر عند 16.8 مليار درهم وعشر البلاغ إلى أن طلب العروض المقبل سينضم يوم الاثنين السابع والعشرين من فبراير الجاري ارتفع الدهب قليلا اليوم من كان حبيث نطاق ضيق مع امتناع المستثمرين عن تكوين مراكز كبيرة قبل صدور بيانات اقتصادية أمريكية قد تؤثر على استراتيجية مجلس الاحتياطية الاتحادي الخاصة بأسعار الفائدة وصعد الدهب بـ 0.1% إلى 1842.37 دولار للأقية فيما يجري تداوله في نطاق أربعة دولارات وارتفعت العقود الآجلة للدهب الأمريكي بـ 0.1% أيضا إلى 1852.10 دولار نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم نلتقي بعد قليل في موجز لأهم الأنباء